ضجة كبيرة عملناها الأيام اللي فاتت بسبب سياسة الخصوصية الجديدة اللي واتساب أعلنت عنها عجبني جدا رد فعل المصريين اللي متضايقين طبعا بيقولك إن بياناتنا هيتم اختراقها طب إيه رأيكم إن أصلا كل بياناتك معروفة عند جوجل أغلب المصريين بيستخدموا الجوجل وطبعا ناس كتير ما تعرفش إن جوجل لها صلاحيات كتير جدا على بياناتك هنا بقى السؤال المهم هي جوجل بتعمل إيه علشان تاخد كل البيانات دي جوجل بتستغل حاجات كتير جدا عشان تجمع عنك كل البيانات اللي عاوزاها لكن أنا هقولكم على خمس حاجات رئيسية بتقدر جوجل من خلالهم تعرف كل حاجة عنها أول حاجة هي المعلومات الشخصية زي الإسم والسن والحالة الاجتماعية ومكان العمل والبلد ودي كلها معلومات بيتم حفظها عند جوجل من أول يوم بتعمل فيه أكاونت تاني حاجة هي عمليات البحث طبعا أي حاجة عاوزين نعرفها في الدنيا بنروح داخلين على جوجل دوت كوم وكبين اسم الحاجة دي ونشوف نتيجة البحث عنها فجوجل بقى بتاخد الحاجات دي وتحطها من ضمن ملف اهتماماتك يعني لو دخلت عملت سيرش عماتش الأهلي النهاردة فكده جوجل بقى بتسجل إن انت بتهتم بالكورة والدور المصري والأهلي وبرضو لو عملتي سيرش على أدوات التجميل فكده جوجل هتعرف إنك بتهتم بشكلك وصحتك وجمالك تالت حاجة هي السجل للمواقع الجغرافية وطبعا أغلبنا بيعتمد على خرائج جوجل لو نازل رايح مشوار بتكتب اللوكيشن على جوجل ماب ولو عاوز تعرف مكان محل معين برضو بتعمل سيرش في الخريطة كل ده بيتسجل عند جوجل طبعا بيتم تحليله عشان يطلع منه نتائج مهمة جدا توضح طبيعة شخصيته الرابع حاجة هي التطبيقات اللي على موبايلاتنا وطبعا أغلب المصريين بيستخدموا موبايلات بتشتغل بنظام أندرويد المملوك لجوجل فطبعا أي حاجة بتعملها على موبايلات بتكون مربوطة بملفك الشخصي عند جوجل فلو إنت نزلت تطبيق وسجلت عليه بياناتك برضو جوجل هيخدها وحتى طبيقة استخدامك للتطبيق ده جوجل بتستغله خمس حاجة هي السجل لمشاهداتك على يوتيوب بتتفرج على إيه وبتعمل بحث عن فيديوهات إيه دي طبعا معلومات مهمة جدا وأكيد بتفيد جوجل طيب هنا بقى سؤال مهم برضو هي جوجل بتعمل إيه بالمعلومات اللي بتعرفها عنك طبعا جوجل بتستغل المعلومات دي في الإعلانات يعني مثلا شركة بتبيع ملابس رياضية في منطقة وسط البلد بتعمل حملة إعلانية من خلال جوجل فجوجل طبعا عارف اهتماماتك وبقاناتك كلها فلو انت مثلا سنك بيتراوح من 18 ل35 سنة ومهتم بالرياضة والمطشاط وعدت كذا مرة من منطقة وسط البلد ودخلت على تطبيقات التسول إلكتروني وتفرجت على فيديو جول مجدي أفشة في الزمالك يبقى حضرتك كده الزبون المناسب وهتلاقي إعلان محل الملابس الرياضية ظهر لك من ضمن إعلانات جوجل الكتير اللي بنشوفها على المواقع طيب نيجي بقى للسؤال الأهم ده وخلي جوجل ما توصلش البياناتي بسرعة تروح تدخل على إدارة حسابك على جوجل وتختار جزء الخصوصية وهتلاقي عناصر التحكم في نشاطك على جوجل طبعا هتلاقي كله متفاعل فتقدر تنغي التفعيل بكل سهولة سواء تفعيل نشاطك على الويب وعلى التطبيقات ونشاطك على خرائج جوجل ونشاطك على يوتيوب في النهاية جوجل بتعترف طبعا إن الإعلانات هي أحد المصادر الرئيسية اللي بتجني من خلالها الأرباح فطبيعي جدا إنها تستغل بياناتك عشان تظهر لك الإعلان المناسب ليك لكن لو أنت متدايق فممكن تلغي تخصيص الإعلانات أو بالبلد كده تخلي جوجل ما تربطش اهتماماتك بنوع الإعلانات اللي بتظهر لك بس لو عملت كده استحمل بقى لأن جوجل بتقولك إن الخطوة دي مش هتخلي الإعلانات تتوقف عن الظهور لا خالص هتظهر لك برضو إعلانات لكن بشكل عشوائي واشرب بقى يا معلم 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 بقى يا معلم